نتابعين مع إنتاون وبسعدنا استضيف مصاممة المفروشات بلبنان وباريز ريا يونيس نحكي عن المعرض الجديد اللي عم بيصير بوي ديزاين بيروت أهلا وسهلا فيك ريا ريا أول شي بدي أحكي معيك أنت هلأ محضرة كولكشن كولكشن لمفروشات عم بيتم عرضة بمعرض ببيروت اسمه وي ديزاين بيروت صح وانت مسمي البورت تبعيك كولكتف واي والكولكشن اسمها باستل أويزز نعم نعم وي ديزاين بيروت عمليون إفنت كتير كبير وكتير حلو عملتوا ماريانا وهبي وسامر علامين وانا اتضافت معهم هلأ لكولكتف واي والتي هي تبعي اللي موجودة هي بباريس هلأ ببراطان أوثمان وهالمره عملنا الكولكشن أدابت لبيروت والسامر ولنرجع نعيش بيروت مع كل الدزاينرز اللبنانية في كذا حدا نمشترك فيها انا اي ريبريزنت ماي كولكشن ببي اس لاب بمرمخايل وبفيلا عودة بالأشرفية مع اول ديزاينرز بالفيلا عودة بي اس لاب لحالي اختي وان فلور بالفرست فلور والأكزيبيشن اسمه باستل أويزز ليه؟ ليه سماتيها هيكو؟ وشو علاقة هذه الكولكشن ببيروت؟ أول شي يعني نحنا لبنانية يعني لبنانية ومنحب يعني دايما نرجع على لبنان ونعمل أحلى شو بي لبنان لأنه مهم جدًا لبنانية هو الترديشنال تكنيكس تبعنا كمان عم نستعمل الترديشنال تكنيكس مشن هيك سميتها أنا باستل أويزز للبنان وكان الألوان أصفر لأنه للشمس ومعقول شو حلوها الكولكشن؟ مثل بيوت بيروت إذا بتشوفه الإنسپيريشن من الترديشنال هاوسز كمان بس الكولكشن كتير مادرن ومستوحية من الطبيعة وكل شي فيه موفمنت كل الغازن وكل الأيتم فيهم طيب موفمنت معين نحن هلا البراند ماشي بباريس وبالشرق الأوسط وبدنا نصير أكيد هدفنا نصير انترناشنال لأكتر وأكتر أكيد يعني أصلا عم نشوف أنه ديزاين زيالي حطيهم إذا فينا نقول سكيل انترناشنال ما ننشي أنه نحن معوادين أنه نشوفه كتير يعني إنه شوي ديستانجة خاصة من ناحية مش شوي كتير ديستانجة خاصة من ناحية الألوان ومن ناحية ما بارق إذا الفابريك أو الماتيريلي اللي مستعملتها خبرين أول شي قدي أخديك وقت تتحضر هالكولكشن كله من شو سوحيتها ألتلي من الموفمنت هالموفمنت الطبيعي هو اللي خليك تستوحيها والألوان كمان بالطبيعة نحن البرودكت طبعي كلهم بحب يكون فيهم flow of energy وموفمنت بس شوفيهم من كل محل يعني different angle كل مرة ببينوا شي ما بتزهقي منهم ومثل ما عم بتقولي أنه كتير مهم أنه نحن نكون نفهم أنه level تبع الديزاينز والبرودكشن عنا مثل ميلانو يعني وهيدا الشي اللي جربنا نشتغل عليه هون ببيروت أنه نرجع إن شاء الله نقلرات كل سنة نعمل وي ديزاين بيروت مع التيم ماريانا وسامر وكلنا وكرميل نقدر نفرجي أنه لبنان equal to ميلانو ديزاين ويك equal to many other international brands إذا أخذك وقت تحضر تيون تقريبا هلأ هي الـ items طبعي دائما نبغير فيهم شوي هني الـ collection بلشتها أنا من أربع سنين تقريبا وي لانشتت two years ago بي باريس و أخذتنا وقت هالمرة إنه عايري أدابت الـ colors وهيك يعني تخذ هي exactly يمكن هالمرة شي six months لاشتغلنا عهيدا المارض هنا الـ iconic pieces تبعنا مثل الـ hurricanes tools الـ wave benches وهيك كل مرة ويأدابت them in different finishes and we add the new items each time for a special exhibition لقيت أنه بلبنان شفنا design تبعي هيدا الـ design excuse me هيدا كمان in collaboration مع a very promising designer anastasia 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 which is عملنا collaboration سواء الـ design وعمللهم patchwork خصوصي لهيدا المعرض ترى عملهم funky و summary exactly التي funky هل بتلاقي أنه هون عالم بلبنان عم يتقبلوا هيك collection كتير كتير عنجاد اللبناني avant-garde إذا بديك يعني مزوئين وبحبوا كل شي stylish و يعني عنا زوق بلبنان الناس اللبنانية مزوئين وبحبوا كل شي level international يعني عم بيحبوا هيدا التوتش الانترناشنل اللي يجبت لونيها بالأيتم ونا عم تشوف هون كتير حالبين هون المستوحين من الهيكين ما هيك yes this is like a tornado a hurricane like a hurricane of emotions إذا بديك and الحال فيهم أنه فيهم different finishes يعني واحد فينا الكالر يلي هو أكتر شي ويشوفوا السطول تباعي يلي على الانتره إنه شي بيرفع الرأس ونحن مستوحين مع هذا اليوم بعد الدهر عندهم لساعة 9 بالليل وبكرة من العشرة للتسعة بالليل كمان it's still there so please go visit and see and take pictures and encourage Lebanon and the designs of Lebanese people من كل interview حبك لبنان حتى تجربة قدمة فيك تقدري تجمع بين باري وبين لبنان وبين نظرتك للبنان الحلو خاصة به المفروشات والديزاين كله عندك بروجيات تانية معقول هيك يكون للبنان حصة فيها أكيد في كتير بروجيات براس نا للبنان وما رح نوقف شو ما صار لبنان كتير بعز علينا وهذا كمان المعرض تشوف فيه نوافير مثل الترديشنل الفونتنز يعني نرجع على الروت دايما وواحد كتير مهم أنه يحب بلده ويضل يرجع على بلده مزبوط لأنه بالنهاية هنا جذورك هنا تاريخي وهنا كل شي أنت شخصيتك بتعكس بمحال معين نحن 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 لبنين و نحن بمحال أن نكون أبرا مع كل الترديشنز تبعنا ونحافظ أكيد وأهم الشي عننا نحافظ على التكنيكاليتيز والأرتيكرافت ونشجع المعالمين الشاطرين هنا بالبنين ويدالوا يتركوا الجوب تبعهم ونوزف ناس أكتر موظبوط أنه عن تعدوا الاقتصاد بشكل كتير كبير نحن نحن أنه لبنين ستقدم بعضهم تعليم في لبنين بزاعة الوقت يطلعون لبنين على يوروب وغير بلدين أهلا وسهلا فيك معنا بمتفي نحن نشجع كل العالمين ينزلوا يشوفوا المعارض نتمنى بموارم خير بالعود بالأشافي مشاهدينا وقفوا منتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر